مرحبا بك عزيزي المشاهد وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة وفي الليلة السابعة من رمضان ها قد انقضى سبوع من هذا الشهر الفضيل لا يكاد ولا لم نحس به أبدا سبعة أيام بلياليها وأيامها حقيقة مرت شكل سريع وكل الناس حسوا بهذه السورة وهكذا هو رمضان رمضان فيه مشاعر خاصة فيه جو خاص هذا الجو هاي المشاعر تجعل الوقت يمر بدون ألم بدون انزعاج وبدون صراع أن تتحس بالوقت طويلا عندما يكون هناك ألم عندما يكون هناك صراع عندما يكون هناك شيء تتمنى أن يمر ولذلك الإنسان يعني أثناء الأزمات يحس كأنه اليوم صار عشرين يوم ولكن أثناء الفرح تلاحظ بأن الوقت يمر بصراع رمضان كذلك رمضان فيه هذه المشاعر التي يحس الإنسان بأنه مرتاح بأنه يعني ليس في حالة صراع مع الآخرين لديه توحد على شيء عظيم أكبر وأعظم من تلك التنقضات وكلك المشاكل وتلك الحاجات اليومية هذا هو الإنسان متنازل ومتناسيا ومبتعدا على الطعام والغذاء والشراب والغريزة فتصبح كل الأشياء الأخرى وبعد ذلك الإنسان يسمو بخلقه وبروحه وبالتالي لا مجال للصراعات ولا الأحقاد ولغيارها ولذلك تلاحظ الإنسان يكون كأنه طائر لا يحس بالأرض ولهذا تمر الأيام في رمضان سريعة جدا هذا الأسبوع مر وكأنه يوم والله أنا جدا أحس كأنه أول يوم رمضان عندما التقينا في أول ليلة كأنها قبل ساعات وهذا هو رمضان هذا جزء من عظمة رمضان هذا جزء من عملية الإيمان التي يحس بها الإنسان لذلك الإنسان عندما يكون مؤمنا بقدر الله وبعظمة الله ويوكل الله في كل أموره ويستند على الله فهو حسبه وبالتالي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولذلك الإنسان الذي يكون مؤمنا تحس أن هذا الإنسان تمر الأيام عليه مريحة لأنه هو مرتبط بشيء أعظم شيء أبعد بعيدا عن هذه الصغار التي نحسها في حياتنا ولذلك تلاحظ الإنسان المتعب نفسيا الإنسان المتعب على الله الإنسان غير المؤمن متشنجا متصارعا غير متصالحا مع الحياة ومع الآخرين وذلك تلاحظه يحس بالوقت صعب وعصبي وغيرها وذلك تظهر عليه في تصرفاته في شكله في كل أشياء التي تخصه على عائلته وعلى أصدقائه وعلى أهله عكس ذلك المؤمن ولدينا في الحياة كثير من الناس لدينا لم يكونوا بمؤمنين كيف كان حالهم وعندما تبتلوا في الإيمان كيف كان حالهم يعني لنأخذ اليوم واحدا في هذه الليالي واحدا من أعظم الصحابة ومن أجل أجلاء الصحابة وهو أبو ذرن الغفاري رضوان الله على أبي ذر ذلك الصحابي الجليل ذلك الإنسان العظيم ولهذا تلاحظون بأن لعظمة أبي ذر تلاحظ حتى في السيرة النبوية لا يذكر شيء عن أبي ذرن الغفاري ولا تذكر أحاديث كثيرة عن أبي ذرن الغفاري في الصحاح وكيف يتذكر فهو عرض الأمويين بالتأكيد ومات بالطريقة التي أرادها الأمويون لذلك أبي ذرن الغفاري تلاحظون كان في حالة ثورة وكان في حالة رفض للواقع الذي عاشه الإسلام في زمن الأمويين يعني طبعا هو مات في زمن عثمان لكن في زمن عثمان عثمان رجل طيب رجل كبير في السن تجاوز الثمانين فسيطر عليه الأمويون وخصوصا مران بن الحكم طريدي رسول الله هو وأبوه ولذلك الحكم الأموي لا يتصور بعض أنه كان في زمن معاوية بالعكس الحكم الأموي بدأ عندما في فترة الخليفة عثمان استغلوا طيبة وكبر سن ورقة الخليفة عثمان وطيبته استغلوه وسيطروا على السلطة بشكل كبير ولذلك خلقوا مشاكلا وأحقادا كبيرة للخليفة الثالث عثمان مما أدى إلى مقتله من قبل الثوار الذين حملوه مسؤولية هؤلاء الأمويين الذين سيطروا على السلطة واستغلوها وامتلكوا الولاية وبدأوا يقتلون الناس وبدأوا يضطهدون الناس ولذلك الناس كانوا يعقدونها ويعصبونها برقبة عثمان ولذلك تحامل الناس وجاء المصريون الذين مروا على الخليفة عثمان أكثر من مرة وطالبوا به أن يعزل الوالي الذي يقتل الناس ولذلك عندما عجزوا ذهبوا إلى البصرة وعقدوا اجتماعا مع البصريين وجاء البصريين والمصريين إلى المدينة وحصلت هذه المقتلة على فكرة أنهم الناس الذين ساعدوا على مقتل عثمان هم نفسهم اللي كانوا مستفيدين من عثمان مرواد بن الحكم ونافسهم اللي رفعوا شعار دم عثمان الغريب يعني هذا يعني مرواد بن الحكم كان واحدا من الذين خلقوا المشاكل لعثمان والذين كانوا محرضا على عثمان وبعد ذلك كانوا مطالبا بدم عثمان بشخصية لعبت في الدنيا لعبا كبيرا مرواد بن الحكم ولذلك حصلت هذه القضية وذلك نتكلم اليوم عن شخصية للأسف أنها كانت في زمن عثمان والخليفة الثالث يعني الرجل ذهب ضحية لأقاربه من الأمويين الذي كانوا قد وضعهم معه في السلطة واستغلوا السلطة أبشع استغلال وخصوصا مروان يعني مروان وأبوه كانوا طريدي رسول الله كم توسطوا وتوسلوا بالرسول أن يعيد له عيد مروان وأبوه قال لا هذا الوزغ بن الوزغ إذن كم الحنق الذي كان يحمله الرسول على هذين الأثنين وجاءوا بعد وفاة الرسول إلى أبي بكر وطلبوا منه أن يعفوا عن مروان وأبيه وعمه ورفض أبوه بكر قال الرسول توفى ولم يكن رضايا عنهم ثم عندما جاء عمر جاءوا إليه وخصوصا عثمان بن عفان كان يتوسط لهم أمام أبي بكر وتوسط لهم أمام رسوله وتوسط لهم أمام بكر أبي بكر وتوسط لهم أيضا أمام عمر كلهم رفضوا لكن مجادا استلم عثمان الخلافة عادوا وأصبحوا هم الخلفاء الحقيقين وبيدهم الخاتم وبالتالي كيف يكون طريد رسول الله هو من يسير منبر رسول الله كيف يكون ذلك يعني هذه الأشياء كانت طيبة الخليفة عثمان ورقته وإنسانيته استغلوها أقاربه وقضوا عليه وبالتالي حصرت هذه القضية التي كان ضحيتها عثمان وحصرت قضية مقتل عثمان بهذه الطريقة ببساطة ولذلك كان من المعارضين لعثمان وللأمويين كان هو أبو ذرن الغفاري الصحابي الجد هذا الرجل الثوري الاشتراكي والبطل العظيم الذي يعني طبعا الآن نحن نسوي الآن نحن نسوي مسلسل عن معاوية ابن أبو سفيان تصور مصرف عليه مئة مليون دولار مبلغ مهول لا يوجد أي مسلسل ولا أي فيلم في تاريخ الدراما العربية صرف عليه أربعين مليون دولار أبدا ممكن الآن مئة مليون دولار إذن مبلغ مهول مهول جدا ما هي سنتحدث على هذا المسلسل يعني شنو العظمة اللي معاوية شنو الإجلال وشنو التجميل لهذه الصورة حتى يصرف مئة مليون دولار على معاوية بينما وهذه دائما أذكرها المرحوم مصطفى العقاد المخرج السوري العربي الكبير الذي أخرج فيلم الرسالة وفيلم عمر المختار حفى يعني وهذا اللي كان يقول لي يا شخصيا لأننا كنا نلتقي في ليبيا أنا كنت أدرس في ليبيا في تيكا الفترة فكان هو يأتي دائما إلى ليبيا يعني فكنا نلتقي في فندق في العاصمة طرابوس وكان يحكي لي يعني الرجل كانت لي علاقة بي طيبة رحمه الله وكان حلمه حلمه الأكبر أن يقيم فيلم أبو ذرد الغفاري ولكن طبعا قال أنا حفيت حفيت يا دكتور حفيت والله والرجل لم يوافق أحد على قالوا أبو ذر يعني الأمويين يعني عثمان الضعفان وغيرها لا لأن هذه المرحلة يسمونها بالفتنة وغيرها أبو ذرد شخصية فيها فيها بعد عظيم جدا إنساني وإيماني وأشياء كثيرة عظيمة جدا في حياتي عثمان بن عفان ولذلك للأسف لم يستطع أحد أن شوف قدموا برامج كثيرة ومسلسلات كثيرة عن الرشيد وعن الغزال وعن عمر بن عزيز وعن عمر الخطاب وعن أبي بكر وعن كلهم كلهم قدموا عنهم ولكن لم يقدموا أي شيئا عن أبي ذرد الغفاري بينما أبي ذرد الغفاري كان يمثل جوهرا أساسيا من جواهر الإسلام العظيمة أبو ذرد الغفاري كان إيمانه عظيم وجدا هاده عظيم وموته عظيم وهذا الذي خصه رسول قال يا أبي ذر تؤمن وحيدا وتقاتل وحيدا وتموت وحيدا وحصلت كلها وتحققت نبوءة رسول الله معه أبو ذر هذه الشخصية الجديدة العظمية من الأعراب وليس من العرب من الأعراب كان من قبيلة غفار وهذا الرجل عندما ظهر الرسول الكريم عليه الصلاة والآله السلام أرسل أحد أخوتي قاله عندما تمر على مكة يعني عرف لي ما حقيقة هذا النبي الذي ظهر لكن جاء أخوه ولم يعرف أي شيء فعاد قاله لم أعرف شيء إنه رجل من قريش صبئة ولا يؤمن بديانتهم وقاطعوه ماذا يقول لا أعرف أنا كنت مع قريش لم يعطوني أي شيء الرجل طبعا حصار تام عليه فقال لي أذهب بنفسي ولكن طبعا أي رجل يسأل عن الرسول عن الرسول محمد عليه الصلاة والآله السلام من قريش عن نفوه ويقتلوه يعني إذا كان ولا يسمحون له بأن يلتقي بالرسول الكريم وذلك وكان يعرف بأنه قريش كانت شديدة المحاصرة للرسول الكريم عليه الصلاة والآله والسلام ولذلك جاء إلى مكة وهو يتلطف أي يعني حذر جدا فبقى من المساء إلى الليل بقرب الكعبة فالإمام علي كانت لديه فراسة كبيرة جدا وهو كان شابا صغيرا فكان عندما يرى غريبا رجل يعني مثل الكرم الهاشمي الإمام علي والكرم العلوي فجاء إليه قاله يا ابن العم أراك قد جن عليك الليل فأين ستبات قال والله إنني غريب جئت إلى مكة قال إذن أنت ضيفي فجاء مع الإمام علي إلى بيته وفي الصباح خرج مودعا يعني نام تعشى فطر صباحا وذهب الإمام علي أيضا مر ظهرا بقرب الكعبة وإذا شاهدوا أبو ذر الغفاري أيضا جالس هناك انتظره حتى جاء الليل فقال له يا ابن العم أراك باقيا قال إي والله يعني وإين سلام قال والله لا قال أنت ضيفي وجاء في المرة اليوم الثالث وهو من عادة العرب لا يسألون فقاله في المرة الثالثة قاله ما هو مرادك قال والله أنا رأيتك شابا فيك الخلق وفيك النور وفيك العفة والخلق أنا جئت وأسأل عن رجل اسمه محمد ابن عبد الله وأنا عرفت من خلال هذه الأيام إنك ابن عمه فهل لا أخذتني إليه قال له هي لك ولكن عندما أذهب شوف هذا كياسة الإمام علي عندما أذهب باتجاه البيت أنت اذهب خذ دورة حول الكعبة حتى الذين يرونك تنتهي الأنظار ثم تأتي من الجانب الآخر وتسير باتجاهي حتى لا يتبعك أحد لأن أي شخص يرونه معي أو يتبعني يعرفون أنه قادم إلى الرسول فأنهم سيأخذونه ويعنفونه ويمنعونه ويعتدون عليه فخذ دائرة يعني لف من وراء الكعبة ومنك ومنشوف نهاية شبت بعيد امشي ورائي طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل مرحبا بك عزيز المشاهد مرة أخرى بعد هذا الفاصل لكي نكمل حديث عن ما بدأنا به عن تلك الشخصية العظيمة الرائعة شخصية أبي ذرا من العشاء طبعا هذا البرنامج له رسالة هذه الرسالة تتكون من أشياء كثيرة ومن ضمن هذه الأشياء هو أننا فقدنا إرثا عظيما من السنة النبوية بسبب السلطات الأموية والعباسية وموقفها من آل البيت وموقفها من الإمام علي وموقفها من أصحابتها وبالتالي ضاع منا هذا الإرث العظيم وهؤلاء الناس الذين كانوا ملاسقين للرسول كانوا قد علموا من رسول أشياء عظيمة وتعلموا من رسول أشياء عظيمة وسمعوا من رسول أشياء عظيمة كل هذه الأشياء ضاعت وشطبت ولا نعلم عنها شيء وذلك نركز نحن على أشخاص وعلى شخصيات في هذا البرنامج من يبقى معنا سيعرف بأن لهذا البرنامج هدف سيستشفه في نهاية المطاف بأن هناك شيء قد حصل وهناك خطأ قد وقع وهناك نقص قد استمر ولهذا فإننا نريد أن نعيد للسنة النبوية حقيقتها التي ثلمت وضاع الكثير منها بسبب أغماط بعض الشخصيات التي رافقت الرسول والتي لم ينقل عنها شيء من هذه الشخصيات التي كانت مع رسول دائماً ومع إبي الحسن كانت هو شخصيتي أبي ذرم الغفاري كما قلنا تحدثنا عن أبي ذرم الغفاري بأنه خذه الإمام عليه عليه السلام إلى الرسول الكريم عليه الصلاة على آله السلام والتقى برسول دخل على الرسول يعني فقال السلام عليكم قال الرسول وعليكم السلام أول مرة استخدمت فيها كلمة السلام عليكم هي تيكا التي قالها أبو ذرد الغفاري إلى الرسول وإلى الحضور والتي استحسنها الرسول وأصبحت فيما بعد هي تحية الإسلام السلام عليكم كانت سابقاً عمت مساء هذه التي كانت سائدة ولكن الرسول كان لا ينطقها وبالتالي كانت الكلمة التي استخدمت في هذا اللقاء ما بين أبي ذرم الغفاري ورسول الكريم كانت هي السلام عليكم لأن الرسول كان موجود وبعض من الصحابة موجودين وبالتالي قال له رسول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإذا الذي أوجد السلام كان واحداً من الصحابة العظام وهو أبي ذرم الغفاري الذي استحسن الرسول فعلتها فدخل إلى الرسول وقال له سمعت بك يا محمد هل لا تخبرني عن دينك وعن ربك فبدأ الرسول يحدثه قبل أن يحدث الرسول قاله من أين الرجل فرد أبي ذرق قال من غفار فابتسم الرسول فابتسم الرسول ابتسامة عريضة ولم يعرف للحضور كنة هذه الابتسامة ليش يعني الرسول هذا يقول له من أين قال له أنا من قبيلة الغفار ليش الرسول ابتسم طبعاً طبعاً الرسول عالم بكل خفايا العرب فقبيلة الغفار كانت القبيلة الحرامية واللصوص وكان الغفاريين رأساً ينقلب وإذا به وكانوا ماذا يفعلون يعني حتى من الأشياء اللي كان يمارسوها الغفاريين في السرقة تصوروا يضعون الفرس تحت الرمل والغفاري أيضاً يعني هذا ابقي بس قصبة الشم منها الهواء والفرس أيضاً هذا وبالتالي تحت الأرض فعندما تأتي قافلة فماذا يفعل الغفاري طبعاً القافلة بها فرسان فالغفاري رأساً يقوم هو الفرس وينطلق كالسهم إلى الجمل الذي فيه يعني الشيء الكثير فبسرعة فائقة يعلق رجلاً على الفرس ويمسك سكيناً حادة يقطع أحزمة هذا ويأخذ ما على الناقة ويضعها على الفرس قبل أن يصل إليه الفرسان يعني شاهدون تشاهدونها في أفلام الكاوبوي وحديتشي والكاوبوي نعم وطلقة هم كانوا هكذا هم كانوا الكاوبوي ما للصحراء حتى أنه كان رسول يقول أنه لو علمت العرب أن غفارياً واحداً في الصحراء لم تنعت على المسير في الصحراء لو هيتشم يقول لهم يا بترأيك غفاري بالطريق العرب ما تطلع لأن هذا الغفاري كارثة هذا الغفاري بهلوان فضيع يسوي تشقلهم باية تجيب على الفرس ما تعرف من ينام جوة الفرس يطلع وهو الفرس منطلق وبيد ستشين يقطع منا ويحطها على ظهر وهو على الفرس يعني قد تتصورون هذه مبالغات لكنها حقيقة يعني ذونا من المتفننين أول ما يخرج من بطن أمة هو يعلموه على فالغفاريين كانوا أناساً حرامية وسراك من طراز فوق العقل فأنت ما جاء هذا الأبو ذو الغفاري فقالنا من أين الرجل قال من غفار فضحك الرسول يعني جايلي حرامي يعني أمامي الآن حرامي لص يعني هذا ما يجرعهم ذو لبليس ما يجرعهم فابتسم الرسول فجلس حدث الرسول الحديث النبوي وإلى جانبه طبعا الإمام علي فبعد فترة صلى وراءه بعدين قال آمنت بك أنت نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال عذني يا رسول الله قال له الرسول موعظة واحدة تخرج مني الآن وتذهب فورا إلى رفار شوف فراسة الرسول لأنه عرف هذا فالواحد عندما يؤمن بقضية مستحيل يتنازل عنها ولا يجامل بها هذا عرف الرأس رح يروح أسنى بنصر الكعبة يعلن أشهد أن لا إله إلا الله ويشيسي فوقاتل قال له عندما تخرج من عندي تذهب مباشرة إلى غفار سكت خرج راح من عند الرسول وقف بنصر الكعبة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهذا جوي وثقوه يعني أدبوه بالعصي وبغيرها ولم ينقذه غير أبي سفيان كيف أنقذها أبو سفيان أبو سفياني عرف أنه تجارة كلما توقف على على أمان الغفارية لأن الغفارية لو حطوا قافلة بالهم أو تاجر يدمروا ينهو فقالهم ماذا تفعلون أيها الحمقى إنه غفاري والله بارت تجارتكم لن تكون هنالك لا رحلة في الصيف ولا في الشتاء إلى اليمن وإلى الشام خلاص انتهيتم بطتم فهذا غفاري هذا غفاري من قبيلة الغفار هذا سيدكم ما تطلع بعد ماكوا انسوا تجارة انسوا شيء اسم اليمن وانسوا شيء اسم هذا هذا الغفاري من يحطوكم بينهم بعد خلاص انتهت فريحه أبو سفيان طبعا كان كافران أبو سفيان ولكن أبو سفيان رجل تاجر ما لا شعر بالدين ولا بالهذا رجال عند تجارة قالها قال عندما جاءوا قالوا قال والله أنا ديني وربي فوق هذه الإبل أنا ديني وربي وإلهي فوق هذه الإبل يعني تجارتي وين تروح أنا هي يا ربي وظل تاجرا رجل ما عندي علاقة بالدين وعندما فش له وانتصادقا لكنه علي أن يداهن قال أشهد أن لا مداهنة حتى تستمر سيادة لي ذلك الرسول جاء وقال من دخل بيته أبي سفيان فهو أمل لأن يعرفه هذا تاجر أمشي تبقى منزلته أبو سفيان قاتل رسول لأنه خاف على منزلته الآن رسول أعطاه منزله ويعرفه يعرف من هو أبو سفيان ولذلك الرجل بعد عندما جاء جاء به الإمام علي وأخذه إلى بيت الرسول مرة أخرى كان مدمى فطبب من قبل الصحابة فقاله يا أبا ذر ألم أقل لك تذهب إلى غفار مباشرة إلى بيتك لما عصيت لي قال لا والله أنا كلمة في قلبي وفي صدري يجب أن تكون في نحري ويجب أن ينطق بها لساني كيف كيف أحتفظ بكلمات في قلبي ولا تخرج من لساني عبدا إطلاقا ما أؤمن به أقوله لن أتنازل عنه ولن أتراجع قاله يا أبا ذر هذا أمر اذهب إلى غفار وإلا فقال الصحابة أوثقوه وخرجوه خارج المدينة خارج مكة حتى يذهب إلى أهله هذا أنا عرفه ما يسكت هذا سيرجع هم ما ترجع شين سيفا يقول أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله ويطبع الكعب الذي كسره ويقتله وهذا رجل هذا رجل لا يعوض هذا هذا رجل قلبه دخل الإيمان ونقي نقاء الصحراء فذلك هذا رجل نموذج سيبنى على يديه أشياء كثيرة فرسول كان حريص حرصا كبيرا على حياتي أبي دور فقالهم الصحابة أوثقوه يعني شدوا وطلعوا خارج مكة بدخلوا وانظروا أنه ذهب في الطريق لأن هذا لا يتراجع هذا رح يرجع يسوي نفس الشب أوصلوه إلى الطريق وذهب إلى غفار وظل يعني يتكلم طبعا الغفار قبيلة كبيرة وعظيمة وقبيلة الحرامية يعني هو البحث ذلك الرسول قال يا أبو ذر تؤمن وحيدا وتأتي وحيدا وتموت وحيدا يعني الرسول عندما وضع الإيمان في قلبه ترح أبو ذر الإيمان انقطعت تقريبا يعني أخبار أبو ذر وبعد سنوات يعني عندما هاجر الرسول إلى المدينة وهو في المسجد وإذا بالصحابة يقول له يا رسول الله هناك رحط كبير بالمئات قادم إلينا أنعل للنفير فصعد قال لا هؤلاء قوم المسالبون لأنهم يحملون السعب قالوا قد تكون خدح قال لا هؤلاء هؤلاء قوم مسالبون طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل مرحبا بك عز المشاهد مرة أخرى لنكمل الحديث عن هذه الشخصية العظيمة وهذا المجاهد وهذا الصحابي الجليل أبي ظلم الهفري وقلنا قد الفاصل بأن رسول كان في المسجد في المدينة بعد هجرته وإذا بالصحابة يقول له يا رسول الله هناك شعب قادم إلينا أنعلن النفير فنظر قال لا إنهم قوم وسالمون مئات يحملنا سعف النخيل وهم جاءوا إليه راجلين وإذا به أبي ظرنا الغفاري يأتي بغفار كلها مؤمنة واحد جعل شعبا كاملا مؤمن ولذلك استقبلها الرسول وقال له يا أبا ظر تؤمن وحيدا وتسير وحيدا وتموت وحيدا هذه المقولة قالها بحق أبي ظرنا الغفاري لأن أبو ظر يعني وذلك أصبح في المدينة قريبا جدا من رسول الده يعني عاش في المدينة حتى في أحد الغزوات الرسول كان يقود المعركة وأذا بهم وصلوا لكن شهدوا بأن أبي ظر الغفاري غير موجود يعني لم يصل قالوا أن أبي ظر أن أبي ظر قد تخلف قالهم لا لا يتخلف ولم يتخلف فانتظروا يوما أو يومين قاله يا رسول الله أن أبي ظر قد تخلف قال لهم لا قالوا أو مات قال لهم لا ليس أوانه وإذا بثلاثة أيام يأتي أبو ظر ماشيا على رجلي قاله ما خطبك ما الذي حصل قال عندما سمعت بالغزوة جئت على راحلتي ورأيتكم ذاهبين فسرت وراءكم وإذا كان الحر شديد جدا أنا كانت صائفة فمن شدة الحر تصوروا أن ناق نفقت ماتت فماذا أفعل وضعت متاعي على ظهري وجئته ومشي مشي بالصحراء هذا الصحراء اللي قتلت عابر الصحراء اللي هو ناقة فأي أي حر كان وأي عظمة من القيد فقالهم يا رسول قالوا لهم أقل لكم فقيل هذه المقولة بحق يا أبي ذر فقاتل أبو ذر مع الرسول أجل وحيدا قاتل وحيدا وآمن وحيدا وتموت وحيدا يا أبو ذر وظل لسيقا برسول الله أبو ذر كان دائما يحب أن يجلس أمام الرسول مباشرة فقالوا له لماذا قال حتى ما معناها لا تفوتني كلمة من كلام الرسول فدائما يقعد قداما يعني عندما يخطب الرسول أبو ذر أمامه وذلك حصلت أشياء كثيرة كان الرسول يتحدث أبو ذر كان يعني يذب كلمة حتى عندما قال أن يعني حديثا عن ما نمرئ أدرك كبرة وليديه إلا ودخل النار فأبو ذر قال وإن لم يصم وإن لم يصلي قاله نعم وإن لم يصم قال وإن لم يصم ويصلي قال نعم فظل خمس مرات يرد الرسول أنه قال رغم أنف رغم أنف رغم أنف خمس مرات رغم أنف أبي ذر أنه من أدرك كبرة والديه إلا ودخل الجنة وإن لم يصم وإن لم يصلي رغم أنف بذر خمس مرات يعني فأبو ذر كان مستار بعد معقول واحد يدخل الجنة وما يصم صلى الله نعم إلي دار أمه وأبوه كبرتهم هذا يدخل الجنة وكانت الحلقة الأولى أو الثانية قد تحدثنا عن هذا الحل فأبو ذر كان دائما ففي مرة كان جالسا إلى جانب الرسول فقال له يا أبو ذر لو رأيت الولاد يستحوذون على الفي يعني واردات الناس واردات الأمصار الفي يعني المزارة وإنها فماذا تفعل قال أحبل سيفي لأقاتلهم قاله لا يا باذر لا تحمل سيفك انتظر حتى تلقاني يوم الآخر يعني إذا شفت الولاد شوف الرسول كان يعرف إنه الولاد من بعده سيستحوذون على الفي والله أعلمه بأن أبو ذر فقال له يا أبو ذر ستموت وحيدا في الرمضاء تموت وحيد وبالرمضاء لذلك كل ما تصير مشاكل قالهم ستموت قالهم لا قال رسول الله إنني سأموت بالرمضاء وحيدا ما راح أموت بهذه المعركة ولا هنا ولا بالشام ولا شي أنا أموت بالرمضاء وحيد هذا قول الرسول لذلك الرسول أوصاه وقال لا تشيل سيفك لأن الرسول كان مريد تقاتلون مسلمين كان يعرف رح يصير انحراف رح يصير سيطرة على الفي رح يصير عدم قدرة على إحقاق الحق وغيرها رح يصير أناس يتسيدون كان يعرف الرسول ولكن الرسول كان لا يريد قتال إسلامي فكان قد أوصى أبي ذر أن لا تحمل سيفك لا تحمل سيفك ومرت عاش أبي ذر نغفاري في زمن أبي بكر كان مجاهدا أيضا وعاش في زمن عمر وشارك في حروب التحرير ونشر الإسلام وعيدها وكان مجاهدا حقيقيا وجاء في الفترة التي استلم الخلافة فيها عثمان بن عفان عثمان بن عفان كما قلنا إنسان طيب رقيق كبير في السن تجاوز الثمانين فسيطر عليه الأمويين مروان جماعته وبالتالي بدأوا يسيطرون على الفي ويحطون ولاة ويسوون بكيفهم فكان أبو ذر يقف في باب عثمان ويقول له يا عثمان قال حبيبي رسول الله إن الإمرة خيط ما بين الجنة والنار خيط رفية يعني معناه الصعوب وحي يشتاز لا أظن كستشتازه يا عثمان هؤلاء الناس يفعلون كذا وكذا وكذا فظل في الطرقات يؤلب الناس ويتكلم على الولاة ويراه وأرادوا قتله لكن أثمان أثمان قالهم لا دزول معاوية بالشام يلا ما حدي هذا يروح للشام الشام حلوة وطيبة وهوى طيبة شنو ومعاوية يعرف شوني دار هاي الشغلات اللي يوقف ببتشة يعرف يعطيه فلوس يسكت ذهب أبي ذن الغفار إلى الشام إلى معاوية وإذا به يزداد ووجد معاوية بين القصور القصر الأخضر والقصر المادر إيش والقصر الزجاجي ومسوي الهوائد معاوية هل يسكت أبا ذن لا زاد في معاوية أرسل إلى عثمان قاله إنني سأقتله قال لا لا تقتله أنه صحابي فظل أبو ذر أجج الدنيا حتى معاوية قال سأناظرك أمام الناس قال يا ليت سووا المناظرة فقاله يا معاوية إن الذين يكتمزون الذهب والفضل إلى آخر الآية فبتسم معاوية قال كنت أظن كعالما بالقرآن هذه الآية نزلت بحق اليهود والنصارى قال له لا يا معاوية هذه لم تنزل بحق اليهود ولا النصارى هذه نزلت بحق الناس المؤمنين والمسلمين الذين يرفعون شعار الإسلام وأنت ترفع شعار الإسلام وتكتنز الذهب والفضل وتبدل القصور فبدل معاوية أن يتصور نفسه الشعراء والطبالة حسسوا بأنه هذا كل شفته معاوية بالتالي هو يعرف كان ينته كل صحلة يعني ليس بشاعر وليس بكذا ولا يبسل وليس فقيها ولا شي فغلبه عثماء أبي در أراد قتله طبعا ولكنه كان دائما بين الناس فقال له ذات قتلة يعني العمل ليس اتفصال حق يعني فقال لعيده إلى عثمان فدز مرة أخرى إلى المدينة إلى عثمان الدعفة ظلي يحكي يا عثمان إن كذا وكذا وكذا وذلك خيط رفيع بين الجنة والنار وإياك أن لا تجتازه والحكم وأنت وهؤلاء الولاة يفعلون كذا 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 أين كذا أين كذا فأرسله نفا عثمان عثمان واليومية يسأل زوجته حتى مرة قالت له أظن أن يومك اليوم قالها لا أخرجي هل ترين أحدا قالت لا قال لا أموت اليوم كان بعد فترة أنه وصل إلى الاحتضار فقال لها أظنني مغادر فانظري هل هناك رجال مقادمون قالت نعم هناك رجال وكان ظنه عبد الله بن سعود قال إذن سأفارق الحياة قبل أن يصلون إليه قبل أن يصلون فارق الحياة أبي ذرن الرجال رضوان الله على أبي ذرن فكان عبد الله بن سعود وبعض الصحابة ودفنوا وذهبت حياة هذه الشخصية العظيمة شخصية أبي ذرن العفاري أو المنفي الذي قارع الانحراف والتسلط والفساد قارعه بلسانه لأنه الرسول حذره وقاله إياك أن ترفع السيف فكان يقاتلهم بلسانه وظل حديث أبو ذر قلب الدنيا عليهم بحيث حديث كل الأمصار هو ما يقوله أبو ذر وما يفعله أبو ذر وما ينطق به أبو ذر وكان المصريون كانوا ناقمين على ولاتهم والبصريون أيضا كانوا ناقمين فكانوا عندما يأتون إلى المدينة يذهبون إلى أبو ذر يسألونهم حتى قال له يا أبو ذر كن قائدا لثورتنا على عثمان قالهم لا أنا لن أحمل سيفي أنا وعدت رسول الله أن لا أحمل سيفي أنا سأقارع برساني فأصبح رمز الثورة ومقارعة السلطة أبو ذرن العثابي وكلماته ترن في آذان كل المؤمنين في مشارق الأرض ومغالبها وأصبح رمزا للجهاد والنضال وكان اشتراكيا كان يقف في الشارع ويقول ألا تعطون الناس الفيئة لكي يعيشوا بكرامة كل حسب حاجته حتى أن بعض الاشتراكيين ذكروا ذكروا أبو ذرن الغفاري وكارل ماركس صاحب البيان الشيوعي ومؤسس الشيوعية تكلم عن القرامطة وقال أنهم كانوا أول اشتراكيين في التاريخ وطبعا عندما قرأ عن القرامطة القرامطة كانوا يستدلون بأفكارهم على أفكار أبو ذرن يعني جوهر أساس الفكر القرمطي كان فكرا اشتراكيا طبعا طبعا هناك تلفيق كثيرا على القرامطة القرامطة حتى كان في زمن العباسين إذا واحد سيء أنه قرمطي كافر قرمطي رافضي كافر روافض أعتبره مشيعة خلاص خلاص قرمطي معنها وأي واحد سيء أنه قرمطي وذا يريدون واحد يعني تعتقل الدولة أنه قرمطي يعني أفكار قرمطية فالقرامطة ليسوا كذلك أطلاقا وبعضين لفقولهم قضية أنه جاءوا وأخذوا الحجر الأسود وثم سقطوا وأخذوا بنا وكعبة بالبحرين وهدموا الكعبة هذا كلام دقيق لا صحيح القرامطة قاتلوا الدولة العباسية ووصلوا حتى العراق وسيطروا وسط بناطق كثيرة من العراق وسيطروا على البحرين والحسى والقطيف وجزء من الجزيرة العربية والعربستان وكلها كانت تبع للقرامطة وأقاموا دولة اشتراكية المال يوزع وكل حسب حاجة وبالتالي أوجدوا نظاما اشتراكيا تعاونيا ما بين الناس أنا لا أؤمن بالفكرة القرمطي طبعا وهناك رأي للشيعة بالقرامطة ولكن أنا أتكلم كمؤرد أحكي عن القضية أنهم كانوا اشتراكيين يعني ومارسوا الاشتراكية بشكل جميل جدا نسبت إليهم فضاء وقتل أجواب ليست صحيح لم يكونوا قتل ولم يكونوا فضيعين قاتلوا المرتشين قاتلوا الفاسدين قاتلوا المحارفين قاتلوا الذين يأخذون حق الناس يعني كانوا صارمين جدا كانوا قاموا دولة اشتراكية نظاما اشتراكيا يعني وبالتالي كانوا هم من الناس الأوائل الذي أقام الاشتراكية قبل كارل ماركس بحوالي 1200 سنة يعني ولذلك الأفكار أبي ذرد الغثاري اللي هي مؤخودة من الإسلام يعني حتى أنه الأوروبيون يقولون بأن أول اشتراكي في التاريخ كان هو أبو ذرد الغثاري أول اشتراكي في الدنيا وفي الإسلام كان هو أبو ذرد الغثاري شخصية جليلة شخصية عظيمة كتب عنها الكثير ولم يزل الكثير غير مكتوب عنها ولكن للأسف لا يسمح بإنتاج شيئا عن أبي ذر كنت أتمنى أن يطيل العمر بمصطفى العقاد لكي ينتج فيلمه حيث كان من المقرر أنا الذي أتابعه يعني أراجعه تاريخيا حسب طلب مصطفى العقاد الله يرحم ولكن للأسف ألغى المشروع في آخر أيامه لأنه لا يوجد تمويل مالي ولا يوجد إمكانية لعرضه لأنه الكل لديهم موقف من أبي ذر قالوا لأن أبي ذر كان في غصام مع عطمان بن عفوان ومع معاوية وهذا تسوينا مشاكل ولازم نطلع بعض الصحابة سيئين وغيرها وغيرها فأحنا مريدها الدول العربية غير مستعدة لعرض هكذا فيلم أو مسلسل أو أيها ولكنني أتمنى يعني مستقبلا أن وجد هناك أشخاص سنتعاون معهم إن شاء الله أنا أحد الممثلين المصريين الكبار حتى منهم نور الشريف كان على استعداد تام يعني أن يقدم هذا العمل لكن طبعا أيضا حتى نور الشريف مات يعني الحقيقة عبد الرحمن الشرقاوي كان في نيته بعد أن كتب الحسين ثائرا والحسين شهيدا تلك المسرحيتين المسرحيتين التي رفضتا أن تمثل في مصر وفي أي بلد ومنعتا بحجة أنها هذه تؤيد فكر الشيعة بينما وهي قضيه ورجل سنة يعني وقصة مسرحية الحسين ثائرا والحسين شهيدا يعني ولذلك نعود إلى هذا الثائر العظيم المؤمن الجليل أبي ظل الرفادي الذي كان ثائرا ومؤمنا وهو درس للناس اللي يقول لك والله الثائر يجب أن يكون ماديا ويجب أن يكون هناك ربط بين الثورة والإلحاد وغيرها شنو الربط يعني مدى أفهم يعني بالعكس أبو ظل الغفاري كان قمة في الإيمان والتبتل وقمة في الثورة وقمة في الاشتراكية كان نموذجا للإنسان الاشتراكي المؤمن النقي فهذه قضية الاشتراكية يجب أن يكون ملحد والاشتراكية يجب أن يكون غير مسلم والاشتراكية أجاوب كلا يعني هذه أبو ظل الغفاري حقيقة نهاها منذ 1400 سنة سأكمل حديث بعد هذا الفاصل مرحبا بك عزيز المشاهد مرة أخرى ونحن في الدقائق الأخيرة من هذا السحر هذا السحر الرباني هذا الذي نحن ننتظره في كل عام هذه اللحظات التي يكون الله سبحانه وتعالى أقرب الناس إلينا استماعا هذه اللحظات التي تكون الملائكة تستمع لأي شاردة وواردة يفعلها المؤمن خيرا كان أو شرا طبعا وذلك لنحرص في هذه اللحظات أعتدنا في هذا البرنامج أنه في كل يوم أتصفح اليوم كنت أتصفح كتابي عظمة الله في الحشرات وهو جزء من من موسوعة عظمة الله من عشرة أجزاء اليوم كنت أتصفح قضية العنكبوت كم هي آية عظيمة أوجدها الله أمنا لا أوهن بيت العنكبوت واهم طبعا هذا الوهم ليس فقط يعني قد يقول قال من قال أن بيت العنكبوت يواهم يعني هذا الخيط الذي يلفه العنكبوت عن العقرب هذا واهم لا يعرف المرء أن لخيوط العنكبوت حوالي خمسة أو ستة أنواع ولماذا قال واهم لأنه سائل يخرج من بعض بعض الثقوب في جسم العنكبوت ويخرجوا من بطنها من سائل في غاية البساطة مجرد أن يضرب الهوى يصبح خيطا غريب يعني مجرد أن يخرج يتحول إلى خيط وخيط قوي ويبقى لزجا وطريا كيف يكون صلبا وطريا هذه مسألة حقيقة في غاية ولتلاحظون بأن الخيط العنكبوت الخيط الذي يبنيه لبيته يختلف اختلافا كليا عن البيت الذي يضع فيه أن يكون شركا للآخرين أو للحشرات أو غيرها ويختلف عن الخيط الذي يضعه مجسات هو يفعل له بيت ويفعل إلى شبكة يعني هذه الشبكة هو اللي بالتأكيد يسقط في حبائلها الحشرة أو أي شيء آخر وهناك خيط رفيع جدا آخر يرتبط به بحيث هذا أي حركة بسيطة أي اهتزاز يحس بها وبالتالي ينقض على فريسته ويبدأ بلف هذا هذا الكائن ويقتله ويبقيه يبقيه فترة كل ما جاء جاء ويمتص من دمه أو المادة التي فيها فيه وبالتالي يعيش على هذا ذلك تلاحظون أنتم في بيوتر عن كبوت كثيرا من الحشرات شبه فارغة متيبسة هذه يعني العنكبوت قد أفرغ ما فيها يعني هذا العنكبوت بيت واهن جدا ولكنه شديد الدقة شديد الهندسة شديد القوة رغم أنه قادم من من سائل تفسير آخر لهانة بيت العنكبوت البيت ليس مقصوده الكونستراكشن هذا الهيكل البيت المقصود هو الأسرة تلاحظون بأن أسرة العنكبوت أسرة غليبة جدا شوفوا عظمة الله سبحانه وتعالى ما وضعه في هذا المخلوق أولا الأنثى أنثى العنكبوت تكون أكبر من الذكر تكون أقوى من الذكر بحيث بحيث الذكر يأتي عندما يراها في حالة الشبق تحتاج إلى الذكر يأتي بكل حذر لأنه بأي لحظة تلضها تقتله فيأتي ويلقيحها بمجرد أن ينتهي التلقيح في ليبتعد ولا يكاد يبتعد فتقتله تقتل هذا اللي كانت في لحظات هي مسترخية ومستقبلت وهذا في لحظة هو ينتهي بأسا تقتله هذه واحدة من وهناه الزوج يقتل في الحال قضية ثانية أن أبناء العنكبوت يلتسقون بظهرها ويعيشون عليها وهي تصطاد وهي تروح ويتجي هم موجودين بظهرها بس الغريب أنهم مجرد أن يصبحون قادرين ويغادرون أمهم يقتلون أمهم ويعيشون عليها لاحظون هذا بيت واهن أسرة واهنة فذلك كان الله في تعبيره دقيقا إذا كان المقصود هو هذه الخيوط واهنة أمام قدرة الإنسان وقدرة هذا وأي شيء تقدر تشيل خيوط العنكبوت أو مقصود بها هذه الوهنة في العلاقة في بين الأسرة الزوج يقتل فيه في اللحظة الصغار قدما يخرجون من أمهم عايشين على ظهرها هم يصبحون قادرين رأسهم يقتلوها بالتالي يعتاشون عليها لذلك يعني أسرة وبيت غريب ماكو بيت الزوج يقتل بنفس الحال الأم تقتل بعض لحظات هذا يعني البيت لا يكتمل ليس هناك بيت لأن البيت يعني هذه واحد من أشياء التفاسير التي يعني وصل إلى هي العلم بأنه المقصود بوهانة البيت ليس فقط أن البيت هو هذا الخيوط اللي تخرج من سائل رقيق مجرد أن تلمس الهوى تتحول إلى شيء شرك وهذا الشرك ضعيف جدا ولكنه قوي على الحشرات تصوروا يمسك يمسك فأرة أو يمسك أقرب أو يمسك غير شيء ولكنه أيضا متنوع ولكنه هو واهن جدا مجرد أن تزيل أنت أو يأتي حيوان أكبر ممكن يزيل يعني ولهذا وأيضا هناك وهانة في تركيبة البيت فإنه وهنة بيت لبيت العنكبوت إذا كان البيت الهيكل أو إذا كان الوهانة هي الأسرة فهذه واحدة من آيات الأفصلتها كثيرا في كتابي وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى ذكرها في قرآنه كريم قبل ألف واربعمائة سنة ذلك أقول بأن القرآن لم يخلق لفترة شوف قبل ألف واربعمائة سنة كانت هناك آية أنها وصفت وهانت البيت العنكبوت وهذا هذا الخيوط بعدين تطور الألم شفناها تطلع من المادة سائلة خفيفة جدا اكتشفنا أنها واهنة يعني تخرج من وهن وهي أساسا واهنة قبل أن تتكون الخيوط بعدين نتطور للألم اكتشفنا أنه هذه الزوجة تقتل أبنائها وتقتل زوجها وبعدين الأبناء يقتل أمهم أيضا هناك وهانة ولا نعرف مستقبلا سيكتشف العلم أشياء كثيرة في العنكبوت قد يكون أنه لا يعيش لأنه قد يكون فيه أشياء معينة فيه وهانة في جسمه تؤدي إلى قده ولذلك القرآن لكل زمان ومكان في كل فترة نكتشف في القرآن أشياء القرآن كان مبهرا قبل 1400 سنة وقبل 3300 سنة وألف سنة وقبل 300 سنة وسيكون أبهى أكثر إبهارا مستقبلا يعني أن الله يخشى من عباده العلماء العلماء أكثر خشية من الله لأنهم يكتشفون أعظمة الله سبحانه وتعالى ولهذا دائما الله يطالبنا بأن تتذكر مخلوقات الله نعيش في خلق الله يعني أنا شخصيا كلما أمشي أفكر بالشجرة شون تعيش الطير شلون طائر المي شون يصير يعني مؤنى وكل البشر والطفل شون يولد وشون يتغذى والترقاح شون يصير والجرح شون يطيب والعواطف والأمومة وغيرها كل هذه الأشياء الإنسان يؤجر الدماء يفكرها ذلك الإسلام يطالب الإنسان أن يفكر في الخالق والمخلوق بينما الأديان أخرى لا تمنع الإنسان أن يفكره في الخالق والمخلوق وتعتبرها نوع من الزندقة ولكن الله سبحانه وتعالى في قرآنه لا يقولك كلما فكرت في الخلق والمخلوق فأنك تزداد إيمانا لأنك تكتشف الله أكثر وتكتشف عظمة الله سبحانه وتعالى وتزداد إيمان لله سبحانه وتعالى وتزداد تبتلا لذلك الإمام علي عليه السلام ذلك الفارس المغوار الذي جعل من جسده وروحه وكل ما يملك لله ورسوله تلاحظون عندما يصلي يبكي وعندما يدعو يبكي يعني خشية من الله وخوفا من الله ورغبة في عفو الله وفي كرمه وفي جنته وفي مغفرته هذا الذي أعطى كل شيء لكن مع ذلك تفأ أكثر الناس خشة وخوفا والتساقا لماذا؟ لأنه عرف الله أكثر مننا لم نعرف الله كما عرفها علي بن أبي طالب لأن علي عرفها من محمد الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام ولهذا كلما تقربنا من علي كلما تقربنا إلى الله وكلما سبرنا أغوار فكرة علي بن أبي طالب كلما وصلنا إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك نحن أتباع علي أن لا نبقى مركزين على قضية واحدة والله علي قتل عمر بن ود العامري فتح باب خيبر وانضرب أب ملجم هو هذا علي علي هذا علي العلم والتقوى والإيمان والإعجاز نختصر بثلاث أشياء أربعة حقيقة هذا الشيء لا يتفق ولذلك علينا الآن نحن وفي هذا الشهر أن نحاول أن نعرف عن علي أشياء لم نكن نعرفها لأن عندما نعرف علي نعرف الله علي آية ربانية من آيات الله في خلقه وشجاعته وعلمه وعطائه وتفكيره فهو باب مدينة علم رسول الله الله زق أعطى للرسول إيحاءا ربانيا والرسول زق العلم لإمام علي زقا ولم تكن كلمته اعتباطا أنا مدينة العلمي أنا مدينة العلمي وعلي بابها فلذلك لا نحصر علي أشياء بسيطة أشياء محددة نعددها دائما ويعرفها الناس كلهم علينا أن نهوص في نهج البلاغة أن نعرف أنا قرأت نهج البلاغة عشرة مرات ألفت عشرة كتب عن علي بناء بيطال ولو أقرأها المرة دعش سأؤلف كتابا لو أقرأ نهج البلاغة للمرة المليون سأؤلف كتابا عن نهج البلاغة وعن علي بناء بيطال حاولوا فلنحاول في هذه الأيام أن نعرف عليا فإننا لو عرفنا أبو الحسن عرفنا الله أكثر وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وأللقاء وسحورا طيبا معركة تحياتي ترجمة نانسي قنقر